بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله يا رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين أيها الملع الكريم أتوجه إليكم في البداية بأحر التهاني بأحر التهاني لكل الناجحين وبالشكر الجزيل لكل من رافق هؤلاء الناجحين المتميزين وهيأ لهم سبل النجاح من أفراد أسرهم من المعلمين والأساتذة من الإداريين ومن كل عون مهما كانت وظيفته وأيا كان موقعه في سائر المؤسسات التعليمية كما يقتضي الواجب أن أتوجه إلى من لم يحالفهم الحظ في النجاح بأن لا ييأسوا ولا يقنطوا ولا يستكينوا فالفشل هو التجربة المرة التي يمكن أن تمهد للتميز ولفرحة النجاح وقد يرد البعض أسباب الفشل إلى عوامل ذاتية ولكنها في أكثر الأحيان عوامل موضوعية تتصل بعناصر كثيرة أخرى ليس أقلها الأوضاع الاجتماعية وشظف العيش وسعوبة التنقل والوضع المترد لعديد المؤسسات التعليمية وإذا بقيت هذه الأوضاع قائمة فلا يمكن أن تتحقق العدالة التي ننشدها جميعا في التربية وفي التعليم وفي غيرهما من المرافق الأخرى إن ثروتنا البشرية هي ثروتنا التي لا تنظم والمسؤولية الوطنية تقتضي أن يوفر للجميع أن يوفر لهم الحظ نفسه وتوفر لهم نفس الظروف للتعلم والنجاح والتعلق ولا ينكر في هذا الإطار إلا جاحد الجهود التي بذلتها الدولة التونسية إثر الاستقلال في نشر التعليم في كافة أنحاء البلاد فأكثر من ثلث ميزانية الدولة كانت مخصصة للتربية والتعليم كما لا يمكن إنكار مطالب إصلاح فأصلاح التعليم قبل الاحتلال وإثره فأصلاح التعليم ارتبط بالحركة الإصلاحية وأنشاء المدرسة الصادقية سنة 75 وثمانمائة وألف من بين مظاهرها ارتبط بالحركة الإصلاحية وارتبط أيضاً بحركة التحرير الوطني واستمر إثر ذلك إثره الاستقلال مع قانون نوفمبر من سنة 58 وتسعمائة وألف في الوقت الذي كان فيه المجلس القومي التأسيسي يتولى وضع الدستور الأول للجمهورية التونسية قد تكون بعض الاختيارات ولكن منذ ثانوات الثمانين من القرن الماضي توالت التغييرات والتعديلات تحت عنوين الإصلاح بل إن بعضها فرضة من الخارج فرضاً فتراجعت المكتسبات عوضة أن يتم دعمها ويتم تطويرها دعمها وتطويرها في ذل اختيارات وطنية خالصة تتلاءم مع تطورات العلبية المتسارعة وتستجيب لحاجاتنا وتطلعاتنا في المقام الأول قبل أي مقام وانتلاقاً من الإيمان العميق بضرورة إسلاح وطني من شامل وفي ذل حرب التحرير الوطنية التي نخوذها تم إنشاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم في نص الدستور ويتم العمل وبنسق حفيث هذه الأيام لأعداد المشروع المتعلق بتنظيم هذه المؤسسة الدستورية حتى يتم نأي بالتربية والتعليم عن تقلبات السياسة والاختيارات الخاطئة التي لا يمكن تداركها إلا بعد مرور عقدين من الزمن على الأقل وكما لا يمكن إنكار النجاحات التي تحققت وكما لا يمكن أيضاً إنكار الأخطاء أو تجاهل الجرائم التي ارتكبت في هذا القطاع الذي هو من قطاعات السيادة لا يمكن في الوقت نفسه إلا أن نفتخر بالكفاءات التونسية في كافة المجالات في تونس وفي كل أنحاء العالم وحينه يقال أحياناً أننا مستعدون لمنحكم قروضاً من بعض المؤسسات المالية الدولية يكون الجواب هل أنتم الذين تقرضوننا أم نحن هم المقرضون فكفاءاتنا ونخبنا في سائر الإختصاصات لا يمكن تقديرها بثمن بأي عملة أجنبية كانت أن تونس ليست ضد التعاون ولكنها حقيقة يجب الإصداع بها ويجب أن توضع في الاعتبار في علاقاتنا الدولية أيها الملو الكريم آن الأوان لأن نجد حلولاً نهائية لن نرفض أنصاف الهول لوضاية المعلمين والأساتذ النواب ولأصحاب شهادات الدكتورة تقوم على إنصافهم وفق معايير موضوعية تحفظ حقوقهم وحقوق الناشئة في نفس الوقت هناك أحد المعلمين النواب من درس لمدة ثلاث سنوات ولم يتقاض ولو من لي من واحداً لإيمانه بنبل الرسالة لن نقبل بأنصاف الحول لابد من حل شامل حلول وفق معايير موضوعية مع التأكيد على أن الدولة لا تدار إلا بالقانون المنصف العادل لا بمحاضر الجلسات ولا بالتصريحات ولا بصفحات التواصل الاجتماعي لا بمحاضر الجلسات الدولة تقوم على القانون ومن قبل التزيد أن يقال دولة القانون لأن الدولة تفترض وجود القانون المعبر عن الإرادة العامة كما لا تقبل الدولة التوليسية بأي تهديد مهما كان مصدره والمعلمون والأساتذة يعون نبل رسالتهم وهم أسمى وأرقى من أن يتخذوا التلاميذ والطلبة رهائنة يساومون بهم أننا نحتفل بيوم العلم ولكن كل أيام السنة هي أيام علم ولا خير في يوم بل في ساعة لا نتعلم فيها شيئا نتعلم ولكن مع الحذر في هذه السنوات الأخيرة مما اصطلح على تسميته بالذكاء الاصطناعي فلا بد من التحكم فيه بدل السماح له بالتحكم فينا وهذا ما اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في الحادي والعشرين من شعر مارس الماضي حين أقرّت أن استخدامه يجب أن يتم بطريقة آمنة وموفوقة لأن خلاف ذلك سيؤدي إلى تقويض الممارسات الديمقراطية وزيادة الاحتيال والاحتلال وفقدان الوظائف على نطاق واسع في يوم العلم العلم ليس ما فرض وحفظ بل هو ما أضاف وما حرر وما نفع وشكراً لكم على الإصغاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته